مقادير الصابون النهاردة بكوبايتين بس من الزيت المستعمل وطلع معايا كمية اللي انتو شايفينها يعني لما قطع القلب اللي انتو شايفينه ده يطلع معايا سبع قطع من الصابون حجم كبير من الصغير وده عشان في ناس كتير طلبت مني الفيديو ده فانا عملته النهاردة وكمان الصابون بجودة عالية جدا واجرب معاك الرغبة في نهاية الفيديو تابع معايا الفيديو وما تنسوش تعملوا اللايك وكمان لو اقل مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها انا هستخدم الكوباية اللي انتو شايفينها في المقاديره علشان انا كوباية الشاي العادية اللي هي الإزاز بتاعتي بتكون حجمها صغير شوية لكن الكوباية ده حجمها زي ايه كوباية شاي في كل بيت يعني اللي هو المقاس المعتاد حطيت بها نص كوباية من المياه وكمان هنا حطيت معلقتك برون السكر علشان يزود رغبة الصابون ولو عندك ملح لمون بتحط نص معلقة صغيرة ولو ما فيش عندك بتحط بدلها نص معلقة من ملح الطعام علشان هو هنا بيساعد على تصلب الصابونة لكن لو قطرت الكمية بيقدلك على رغبة الصابونة خالص فخليك في المعقول هو نص معلقة بس اللي تحطيها معلقة صغيرة مش كبيرة ولازم ندوب السكر كويس زي ما انت شايفين لو سبت فيها اي حبيبات مش هيدوم معاك خالص وهيبدل كده بعد ما تقطع الصابون هتلاقيه موجود فيه حبيبات زي ما هو فلازم خطوة مهمة اقول ان انت الدوبة زي ما انت شايفة وكمان بحط اربع معلق كبار مليانين من الصدق كوية احنا في مصر بالقول بطاس يا جماعة اللي يعرف اسمه في بلده يكتب تحت في الكومنتات اسم بلده وكمان الاسم المادة دي بيكون ايه بالزبط عشان فيه ناس كتير اوه دخلت عندي في الكومنتات وبتسأل على اسم المادة يعني مثلا فيه ناس من سوريا بتسألني وناس من الجزائر وكمان من العراق ومن المغرب فكل واحد يكتب اسم البلد واسم المادة دي بيكون فيها ايه بالزبط علشان نفيد بعض طبعا هنا المادة دي عندنا في مصر بتتباع عند العطار يعني ممكن برضو تلاقاها موجودة عندكم في اي بلد عندكم عند العطار انا هوركوا شكل الصدق كويه دلوقت برضو قربة من الكاميرا علشان تكون عارفين شكلها وكمان ممكن تلاقاها عند اي محل منظفات يعني اي محل بيبيع منظفات هتلاقاها موجودة عنده بيكون شكلها زي ما انتو شايفين عبارة عن كشور كده لونها ابيض وكمان لما بتشيلها وهي في الكيس بتحس ان هي تقيلة يعني زي الحجر مش اي حاجة خفيفة كده لا هي بتكون تقيلة زي الحجر وطبعا ما حدش يمسكها بأيدي خالص زي ما انتو شايفين انا عشان لبسك جوانتي بمسكها بأدية لكن انت لو مجرد ممسكتها وفوض الحباية على ايدك كده او اشرا منها على ايدك وادك عرقت عليها بتبدأ ان هي تحرق في جلدك فلازم تكون لبسك جوانتي وانت بتستخدمها وكمان اثناء ما بتدوبها في المياه بتلبسك ماما ويكون المكان جيد التهوية ولو معاك اطفال بعدوم خالص وبعدها بقى بندوبها في المياه زي ما انتو شايفين انا طبعا هنا حبيت اوضح المعلومة يا جماعنا عارف ان فيه ناس كتير قوي عارفين المعلومات دي بس فيه ناس برضو كتير في الكومنتات بتدخل وبتسألنا عليها فانا حبيت افيدل كله علشان الكل يكون عارف وكمان اللي يعرف في بلده يبعت الاسم علشان يعني اللي يدخل يشوف التعليقات هيشوف برضو اسم المادة دي ايه ويلاقاه في بلده كده تمام فانا عشان كده طولت عليك شوية هنا دوبت زي ما انتو شايفين الاسودة الكوية وهركينها على جنب بقى لحد ما تبرد خالص لان انا لو استخدمتها دلوقتي وهي سخنة بتخلي ريحة الصبون وحشة او مثلا لو الزيت عندك بستعمل وفيه اي ريحة مش كويسة بتظهر معاك في الصبون بعد ما ينشف لكن اهم خطوة ان انت تركيني لما يبرد زي ما انتو شايفين والكوبة اللي بتستخدمها في المياه هي اللي بتستخدمها في المقدار كله انا هنا استخدمتها كمان احط فيها الزيت زي ما انتو شايفين الزيت اللي عنده مستعمل وانا مصفية وعملت لك قبل كده فيديو الزيت تصفر الزيت المستعمل اللي عندك علشان يبقى لونه يعني الى حد ما كويس زي ما انا عملته كده انا هعمل كبايتين بس من الزيت علشان في ناس يعني بتبقى عايزة مقدار كباية او اتنين على قد كمية الزيت اللي موجود فهنا بقى كل كباية من الزيت بنحط لها معلقتين كبار من الصدق كوية بس كباية الشاي اللي بيكون حجمها كبير لان الكباية في بت يعني مثلا بتبقى صغير وفي ناس بيكون عندها كباية تكون كبيرة فزي ما انت شايفين الحجم اللي معاية ده كويس اوي يعني هو مزبوط جدا مع معلقتين اصدادك كوية كده تمام هنقلب بقى كل ما هتقلبه كل ما هتلاحظه تغيير في لون الزيت وكمان قومه بيبدأ يتقل وطبعا لازم تهتم بتقلب الصبون علشان يطلع معاك ناجح لان لو ما هتمتيش بعد ما هتحطيه ان انت مثلا نحطه علشان ينشف هتلاقيه طلعلك كمية كده من الزيت على وش الصبون وبالتالي الصبون هيكون باز معاك ممكن تقلبه بالهند بلندر كمان هيبقى مجرد دقيقة واحدة قومه تقلم معاك زي ما انت شايفة كده ولو انت ما عندكش هند بلندر تقدر بقى تقلبه شوية كده وبعدين ترجع له بعد 5 دقايق او 10 دقايق وتقلبه تاني هتلاقيه بقى دلقام يتقلب معاك يعني كل ما هتركينها هتلاقيه بدأ اي تقلقام لوحده وبس اهم حاجة اقلبه شوية لون برضه يعني مشتركينه وخلاص كده واسبينها تقليب لازم اساس تقلبه بقى معايا بالشكل اللي انت شايفينه وكمان لونه قلب على لون الصبون بالزبط هنا بقى هبدأ احطله كمان يعني كل كوباية احطله معلقتين كبار من الدقيق ممكن تزاودي كمان معلقة لو حبه الديه ما فيش منه اي ضرر خالص بالعكس هو بيخلي الصبونة بكون ناشف معاك يعني هتنشف معاك بسرعة وكمان هيخلي لونها فاتح هنا هحط اربع معلق زي ما انت شايفين لكوبايتين الزيت وبعدين برضه بنقلب الدقيق كويس او لحد ما يختفي علشان ميبقاش في اي تغطلق كده او اي كلاكية موجودة في الصبونة يبقى الصبونة معايا نعمة خالص طبعا اي اضافة هاديفها بعد كده ده اختياري جماعة يعني لو مش موجودة عندك بلاش منها خالص بس هنا هنا حطيت ورقة من الفانيليا وده موجود في كل بيت اي مطبخ بتلاقي فيه الفانيليا هنا هنحط معلقة صغيرة اي نوع فانيليا عندك بيخلي الصبون ريحته حلوة اوي ولحظوا بقى هنا معايا ان انا حطيت الفانيليا بالرغم برضه ان هي فاية حبيبات زي السكر بس احطيتها في النهاية لدي الوقتي لان في الاول لو حطيتها قبل ما حطت الصدق كوية فراحتها تختفي معايا خالص لان الصدق كوية بتوصل لدرجة الغليان وتقريبا يعني هتقضى على ريحة بتاع الفانيليا فهنا هنحطها في الاخر لما الصبون خلاص بقى معانا بالشكل ده وبقى شكله زي الصبون بالزبط فكده هتحتفظ بالريحة بتاعته كده تمام يعني بعد ما الصبون هتنشف بقت الريحيتها جميلة جدا يعني لو الزيت في اي ريحة مش مرغوب فيها كده الفانيليا هتغطى عليها كده تمام وهقلب برضو الفانيليا زي ما انت شايفين وكمان هتعصر عليها لمونة كبيرة وطبعا بتصفها بالمصفة علشان لو في اي طفل ولا بزري كده ما ينزلش في الصبون ويبقى خشن في الصبونة طبعا هنا اللمون بيزود برضو في النظافة وكمان بيخلي ريحة الصبون حلوة قوي وخصوصا بقى لو كان في اي ريحة كده مش مرغوب فيها وزي ما قولنا اي مقام بيض فيه في الصبون لازم تقلبك كويس اول حد ما يختفي طبعا لو عندك بقى حوالي يعني مثلا اربع معالي كبار كده من الصبون السيل حطيهم مش موجود عندك استغنى عنه خالص وضي اضافة برضو ملاش اي لازمة غير انها بتزود ريحة الصبونة وكمان يعني بتخلي ريحة الصبونة تكون حلوة كده تمام طبعا بقى لو مش عندك يعني مش اساسة علشان في الناس بتدخل تعلق تعليقات مش كويسة كده وعدو قوله الصبون ده انت مكلفان انت عاملة فيه هنا يا جماعة احنا حطاني ايه في الصبون من اول ما بدأنا كده حسبو احنا عملنا قد ايه ايه كمية الصبون اللي هتطلع معايا وكمان هوريكو في نهاية الفيديو كمية الصبون اللي طلع معايا يعني كم واحدة بالزبط منكو ببيتان الزيت اللي انتو بتستقلبوهم اللي انتو بترموه في الزبالة وفي ناس بتدخل تقولي برضو انت بتحط تستخدمي تب بالنسبة للبكتيريا اللي موجودة في الزيت المحروق يعني حاجات غريبة كده وبشوفه بسمع حاجات غريبة بصراحة تب وقدامكو الصبون زي الفل ايه يا جماعة ايه الصبون انت لو بتشتري من المحل برضو بتكونوا جايباها بزيت مستعمل مش هعملك زيت نظيف يعني من اللي هو الززة بخمسة وتلاتين جنيه ولا بتلاتين جنيه الناس اللي بتتنك على الصبون ده تروح تشتريلي بقى صبون من بتاع الموقعين اللي تكون موجودة في الصبر ماركت او في ايه محل بيتبيع جنبها صبون من اللي هو بتاع الموقعين وشوفوا لي ايه الفرق بين الصبون ده وعملوا الصبون ده في البيت وجربوا يقولوا لي رائج بالزبط وعملينه بقرنا بين الصبونة اللي انت شريئة واللي انت عاملها في البيت. كده الصبون ما شاء الله بقى معي لون وفاتح زي ما انتو شايفين. هبدأ بقى انا انا اصبه في العلب. اه انا باستخدم دايما العلب اللي هي بتاع الشيبس دي او اه مثلا علبة اللبن او الحليب اللي بتشتريه معلب. او مثلا لو عندك اقول لك زي مثلا او مثلا برضو اللي هي علب العصير اللي بيكون كبيرة بيخللك بقى شكل الصبونة اما بكون مدورة حسب العلبة او مثلا الصبونة مربعة او مستطيلة بيخلي برضو شكل الصبونة حلوة اوي وبعدان بقى بنكبطه على الرخام علشان لو في اي فراغات تحت في العلبة من تحت تتميلي بالصبون وهسيبه ينشف ونرجع ونشوف شكله مع بعض بصوا بقى الصبون ده كان المفروض ان انا يعني اصور تاني يوم وقطع الصبون على طول بس ما فضتش بصراحة غير رابع يوم شايفين نشف معي بقى زي الحجر ازاي وطبعا اغلبني في التقطع خالص لان بيكون تيل او في السكينة ومتبطي قطعي فانت ما تعمل ازاي هتضغط على الصبون لقتي انفع يتقطع بتقطع في نفس الوقت على طول ما تركنهوش علشان تطلع معاك شكل الصبونة مزبوطة وزي ما انتو شايفين الصبون طلع معايا ناجح مية في المية وكمان لونه فاتح وهجرب معاكو كمان الرجوة في الفيديو بس بصراحة الصبون كان نشف معايا او وغلبني في التقطع يعني زي ما شايفين انا ما اضغط على السكينة يعني باخر جه دي وهو تقل جدا طبعا انتو بتعمله ازاي اضغط على الصبون لو لقتيه هي يعني ينفع يتقطع بالسكين اضطيه على طول ما تستنيش عليه لحد ما ينشف وزي ما شايفين عمل معايا سبع قطع من الصبون ومشاء الله حكم الصبونة حلو هجرب بقى معاكو الرغوة دلوقت وطبعا شايفين انا موريكو اللي فعمش في اي حاجة وكمان استخدمت الصبونة زي ما شايفين رغوة الصبونة مفيش كلام وكمان الصبون ناجح معايا مية في المية زي ما وردكو الصبون ناشف خالص وكمان دي رغوة اهي ما تنسوش تعملوا بقى اللايك وكمان لو اقال مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد